انه ما كانش هاني وريده بيقود كل الوقت داخل اتحاد الكرة الاخير ده كان سايب بعض القضايا المهمة جدا لناس تعمل فيها اللي هي لا لا هو هاني هاني مش سهل مش سهل هاني عروبة يعني لكن هاني كان حتة معينة ما يسباش لحد يعني مثلا اختيار شوق غريب درب منتخب مصر الكبير رشحوا وحضر الجلسة عشان كانوش عزيزة لا طبعا له له يعني له 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 رجلت ولو ناس لا له له هو كان زي المدير الفني زي بتاع يعني له حتة معينة بيسب بس هو انين تلاتة كانوا حاوليه يعني مش هاي زالت في الاسماء طيب ده اللي انا اصدقل عليه سب لهم حاجات على اساس ان هم ممكن يريحوا في حاجات تانية بالضبط بالضبط لكن احنا عايزين نقول ايه هل الكرة المصرية صعبة مش واضحة ده اصل اللي غايزني يا دكتور انا شايف الحل سهل جدا بس يبقى فيه ارادة انو يتنفذ ما هي ما هي كل حاجة شمان زعاد لي الارادة ارادة السياسية بس الارادة السياسية يبقى الرئيس احنا ما تكلمش عن الرئيس دلوقتي ارادة السياسية هنا احنا عايزين طبعا الحكومة قل ما عانيش عايزين يعني انت يا جيبك حضرتك ان الدولة توفر لبن العصفور عشان يطلع التنظيمات وتحتضن البطولات وتحتضن التصفيات فدائما ننجح في النواحي الإدارية ونفشر في النواحي الفنية دي قاسية جدا يعني انت متصور ان حضرتك لو كنا كسبنا كاس القوم في الشكل كان حيب عامل زي النهاردة الحمد لله انك سيبنا ماتش النهاردة لسه برضو لسه كاميرون بكرة تكسب بسيطة بنت زيك لا تبقى سبعة كاميرون فازت النهاردة فايزة على مال الدولة فايزة تلاتة كان عندها بنتي بأربعة هتلعب غانا فاضلا خلصت ولا ايه هتلعب نحن يوم الخميس اه كاميرون طيب لو كسبتك بقى فيها مش كميرا تطلع الاول هتلعب هيبقى عندك تشانس بس بعيد شوية اه انت على سبيل المسألة انت عندك جيل هايل الجيل ده بتاع الولاد دول اه يقارب الجيل كان بتاعك كابتن حسن شهادة اه يعني انت كمان ما تطلعش اجيال يا مش مانس عادلي فيش اجيال بتطلع والله كلام اتركها للصدفة النجوم بتطلع لك بالصدفة اه انا عارف الله طبعا انا هقول لك كابتن الخطيب الخطيب لما جال اسماعيلي كان فيه تومسون قالك مش عايزه ما نفعش الخطيب اه وراح الاهلي كسر الداني ها يعني مهور بس انا اعتقد ان الدولزون يعني اخدها من منظور ايثيكلي شوية مسأل الخطيب هو انت عايز تروح فين لما عارف ان فيه مشكلة قاله انا لما عارف ان الاهلي عايزه قاله عايز اروح الاهلي قال ما يروح الاهل لا لا مش كده لا 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 خالص مش كده بتتحكي كده ما كانش عنده تشوس الاهلي اللي بدأ يبال اه شوس ارى كانش وارد في دماغه اه عشكاله ولا كانش جالس معيلي اه اخد بالك اه يا باش مهندس عدلي عارف رضا عارف رضا الله يرحمه اه اخوه كان بلعب كرح سمنه كابتل رضا اه اخوه فاروق اه رضا ده اه اخوه عديلي والله اه عارف العلق كويس فاخوه فاروق ده كان موجود كان موجود جدا زي رضا واكتر اه لكن ما لايه بشكور والخطيب يقول كده على اخوه برطا اكيد ابو ابو تريكا ليه اخ توفى كان احرف منه ما انا بقولك هي فيها حزوز برطا بشبان سعاد لي وفيها مدربين يعازين اطهر ابيتهم طب انا هقولك حاجة اما عملت بدراس في مهبين كنت عام بدراسة طبعا بنظام معين ولجنة كبيرة وراسة وكثرة ومش عايف ايه الكلام ده كده فدخل احمد حسان ميته والتوجيب الاب والام وبعدين انا ببص بحاول اشوف الطول وكان معانا كابتن عمر ابو المجد هو يشوف اللحة الفنية قوي ويقول لي رأيه ايه بتاعه فكان الولد قصير بصيت على ابو تليته قصير فقالت له عمر الولد قصير مش يطول فيه نور بس توقف موجودة لسن العيال مثلا اتناشا سنة مش سنة الكلام ده كله بتاعه فقطت على الدكتور الوراثة قال لي لأ الولد ده هيبقى طويل هيطول خدوا على مسئولية تانا خدنا ميدو شوف بقى ايه وبقى طوله ايه يعني بحاجات بتطلع انك انت بتفقد في الطريق موهوبين كتير جدا صحيح